أحياناً الشيء تكون له علّة يعني سبب ولكن هذه العلّ لا تكون هي العلّ النهائي يكون وراء العلّ علّة أخرى هي العلّ في ولادة هذه العلّ على الطولية مترامية كل علّة لاحقة تستند إلى العلّة السابقة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يعني الإمام الباقر إن للمهدي صلوات الله عليه غيبة قبل أن يقوم يغيب قبل الظهور وقبل القيام قلت لما قال يخاف قال زرارة يعني القاتل شنو متعلّق الخوف زرارة يقول القاتل أكو احتمال آخر ولو يبدو أن نفهم زرارة حجّ لنا لأن الأمر يدور بين الإجتهاد والحس وأصالة الحس العقلائية محكمة في المقام لعلّه يعني لعلّه بإشارة من الإمام افتهم أن مراد الإمام القاتل ولكن أكو احتمال آخر وهو الخوف على المهمة نحن عندنا خوفين قد يكون واحد يخاف على نفسه وقد يخاف على مهمته مو على نفسه نجيب شاهد لذلك الله تعالى يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خاف؟ عندما السحراء ألقوا حبالهم وعصيهم وعصيهم وإذا بالصحراء تمتلئ بالأفاعي أظن يقولون فالناس فروا هربوا خلوا زئبق على هذه العصي والحبال فتحت حرارة الشمس ظهر أنها تتحرك هكذا بدأ فالناس على ما أذكر فروا فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خاف؟ يعني خاف من ذن الأفاعي الوهمية في حديث عن الإمام أمير المؤمنين أنه خاف من غلبة الباطل وإضلال الجهال فلون تميس للناس المعجزة والسحر كيف يتميس؟ خاف أنه ميت مكان يظهر الحق ويبدي الواقع وينجح في مهمته والآية لاحقة لعلها تؤيد هذا المعنى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني كأنه متعلق الخوف أن لا تكون حجته هي الأعلى من هذا خاف فأكو احتمال في هذا يخاف مو من القاتل كما فهمه زراره وإنما من عدم تمكن أداء المهمة قال وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامراء إذا الإمام الحجة كان ظاهر كان عدهم مانع من قتل الإمام الحجة قطعا لا قتلوا آباءه من قاب ذول أولاد أولئك أتباع أولئك هذه النظرية نظرية الخوف مقبولة ولكن أكو هناك ملاحظة وهي أن الشيء قد تكون له علة ووراء هذه العلة علة أخرى طولية لا عرضية مو علتان في عرض واحد علة تولد علة تولد ظاهرة يعني ظاهرة معلولة لعلة تلك العلة معلولة لعلة فوقها لماذا غاب للخوف لماذا يخاف الخوف واقع نفسي هذا الخوف إنعكاس عن واقع خارجي ومظهر من مظاهر التربية الإلهية للإنسان وإحدى النماذج التاريخية الموجودة في ذلك النموذج أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس أعرضوا عن أمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله ولكن لمسوا الواقع شافوا مرارة الواقع عندما الإمام صلوات الله عليه يذهب إلى الصحراء ويشتغل بغرس النخيل في نهج البلاغة على ما أتذكر يقول الإمام صلوات الله عليه ما يريدني فلان إلا أن أكون كالجمل الناضح يقول لي أقبل فأقبل وأدبر فأدبر أبعد الإمام الناس شافوا نتائج إبعاد الإمام وغيبة الإمام ولذلك بعد قتل عثمان الناس انهالوا على أمير المؤمنين الإمام صلوات الله عليه يقول فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي يعني عرف الضبع إهواي بشعار ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطع الحسنان الحسنان يعني الإبهامان داسوا قدم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من شدة زحامهم طبعا هذه قراءة وشق عطفاي رداء الإمام شق من زحام الناس مجتمعين حوله هذه الغيبة ربت الناس وجعلتهم يشعرون بقيمة الإمام الغائب هذه الغيبة أيضا يمكن أن نتخذها وسيلة من وسائل تربية أنفسنا نفسيا وفكريا وعمليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر